ماشي ماشي أصدقائنا رجعنا عليكم بحكاية هانا القسم الثالث والأخير لو ما شفتوا الأقسام الماضية لازم تشوفوهم والرابطة بأول تعليق وقبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك واللايك وليتس جو بعد اعتراف هانا ورفضها من قبل كانعي بتحس بالحزن الكبير وبتسللها ايه رزالة تطلب منها يطلعوا سوا ولكن للأسف فاموغي ما ظهر مبارحة بدا وهالشي بيكون مستفز لهانا اللي بتعرف انها على الأغلب خسرت قدام من أجوا من الحزن بتقرر هانا تطلع مع ايه وبيروحوا سوا لمنتجع اللي هو فيه لطيف ومختلف وبتمسك ايه ايد هانا وبينطلقوا ليروحوا للبيت الصيفي اللي بيمتلكوا أقارب عائلة ايه وبتكون ايه متحمسن هم رح يكونوا رحالهم فيه ولكن لما بتفتح الباب بتلاقي اتويا قريب ايه والشخص اللي بيحبها موجود بالبيت وبتنغوض ايه منه ولكن ما بتظهرها شي لهانا وبعد ما يخلصوا من تناول الطعام تقترح ايه على هانا تروح تتحمم لحتى تقدر تحكي مع اتويا وبتسأله كيف عرف انها رح تكون بهالبيت فبيخبرها انه حكم مع عائلتها وبيحاول يتقرب منها شوي فبتعصب ايه منه وبتحكي له انه اليوم كانت فرصتها مع هانا لكن هو بيقول انه اليوم كان اليوم اللي رح تودع فيه هانا للأبد وهات هو الواضح بتنضيها الليلة ولما بتفيه هانا وبتطلع للتشمس بيقابلها اتويا وبيسألها اذا بتحب تتمشى معه وبيسألها من هو الشخص اللي كانت تحبه هانا ما بتعرف شو جاوبه لانها حاليا بطال تعرف لكن بيصحح كلامه وبيحكي لها انه بده يعرف مشاعرها اتجاه ايه والمهم انه ايه تكون سعيدة هاد هو اللي بيهمه وبس وبتحس هانا انه كلامه صحيح وبتستمتع هي و ايه بمشاورها بالمكان وبتحس هانا انه من زمان ما شافت ايه سعيدة هالقد وبعد ما تنتهي هالرحلة بتقرر اين هاتتخلى عن صديقتها هانا لانه وجودها معها مؤلم وبتحكي لها انه بكرة كل واحدة فيهم لازم ترجع لحالها للبيت لانه الموضوع ما عادة تتحمله ولكن هانا بتتمسك بصديقتها وبتقولها انها بدها تعرف عنها اكتر وبدها تكون جنبها وتساعدها وبعد ما هاتنتين بتوضح علاقتهم ببعض بتقول ايه لهانا انها ما رح تقدر هلا تكون معها ولكن رح ترجع لها عن قريب بترجع بعد هانا للمدرسة بعد ما انتهت العطلة وبلشت سنة جديدة كلها ألم بدون موغي وايه وبوجهها كاناي حبيبها اللي رفضها ولما بتكون هانا رح ترجع للبيت بتقابلها موكا وبتستهدئ فيها وبتحكي لها انه شكلها رجعت وحيدة مرة تانية وبيكون واضح علا موكا انها قررت كيف بدها تكمل حياتها وبتحسدها هانا على هالشي بينما موغي بيكون عم يوقع بشباكة معلمتهم انه قوي اكتر واكتر مع انها بتكون عم بتخطط لطحطه مثل ما بتعمل بالكل واذا بتتساءله عن سبب دنائتها فهي بتحكي انه هاد هو الشي الوحيد اللي بتعرف تعمله وبتحكي بكل صراحة لموغي انها رح تواعد كمان كاناي معانها عم بتواعد موغي وبيحس موغي بالغضب وهو عم بيفكر بهالشي ما بيكون بالصف وبيروح ليطلب منها ما تقابل كاناي لكنها بتسأله اذا صار يكرهها بوقتها بيبلش موغي يفهم مشاعر منها جوا اكتر هي انسانة مستعدة تحطم الكل وما بترفض اي شخص بيتقرب منها مع هيك ما بترحق اي شخص بيبتعد عنها ومع كل هات فهو لسه مجنون فيها وبيحبها وثاني يوم تطلع منها قوا مع كاناي وبتحتار فيه لانه رجل ثابت كتير وما بتعرف ليش ما عم يتقرب منها او ياخد الخطوة الاولى وبتحس هيكو كأنها هي اللي عم بتلاحقو وهالشي بتكرهه كتير ولهيك بتقرر انها تتركو لانها ملت منها التصرفات ولما تكون قررت انها تنفصل عنه بيظهر الطالب السابع اللي كانت توعده من قوا ولما بيشوفها بيحكي عنها امرأة جنيئة مهوسة بالرجال وبيحذر كاناي منها وبيهرب فبتحكي من قوا لكاناي انه كلامه صحيح وانها فعلا انسانة حقيرة وبتحكي له انه خليهم يختموا موعدهم هلأ وينتهيوا بهالعلاقة وبتقول لها بتحب الاهتمام اللي بيجيها من الرجال وغيرة النساء اتجاهها ولهيك فهي بتتصرف بهالشكل بيتودعوا بعدها وبتروح ولكن كاناي بيمسك ايدها وبيحكي لها انه ما في داعي تغير طبيعتها وبيحطنها تنصدم من قوا من تصرفه ولما بيسألها اذا فعلا هاد اخر موعد رح يكون بينهم لا اراديا بتحكي لا وبتستغرب من حالها لانها صارت ما بدها تتركه فعلا بينما بيبلش موجي يفكر لما بيكون مع من قوا بانه يمكن بيشبهها حتى وتصرفاته سيئة مثل تصرفاتها وبيتذكر كلامهانا معه بانه لو بده يغير شخص ما لازم يغير حاله اولا ولا يكفى بيقرر انه فعلا يبلش بهالش ولما بيفي بيطلب من من قوا يطلعوا سوا بموعد وبيعترف لها مرة تانية انه بيحبها بتوافق من قوا وبتحس انه عالمها عم يتحطم وبعد بتطلع بموعد مع كاناي وبيروحوا رحلة سوا لما كانوا بعيد شوي قريب للبحار وبما انها صارت تتصرف معه بطبيعتها وبالخجل والشخصية المزيفة بيحكي لها انه حبها هيك اكتر وبيقترح عليها تكون هاي شخصيتها الحقيقية اللي بالمدرسة لكنها ما بتوافق اما بخصوص هانا فبيسألوها الفتيات اذا هي مو قل فصلوا وبيكونوا متحمسين ليعرفوا عن علاقتهم لانهم كانوا يشوفوهم الكبل المثالي وبينما بتحاول مينكوا تتقرب من قنا لحتى تعرف شو نوع هالعلاق اللي بينهم بيقابلها بالرفض دائما وبالمسا بيقرر ياخدها ليشوفوا النجوم سوا فبتوقع نظارته وما بيلاقيها والهيك لما بيفوت لغرفتهم ويشوف جمالها بلا نظارة بيتمنى تتفهم مينكوا مشاعر اتجاهها والهيك بترجع تسأله مرة تانية من موقف اتجاه هواسها بالرجال فبيحكي انه ما بيحسها بتعمل هالأشياء لانها بتحبهم فبتحاول تستفزه اكتر وبتسأله شو رح يكون رده لو بتحب هالأشياء فعلا ولما بتشوفه عم بيفكر بالموضوع بتحس مينكوا بتوتر كبير ولأول مرة بتكون مهتمة برأي حدا فيها وبتقوله شو رح تكرهه لو ما كان بيمانع فبيقول انه هو بيحبها ورح يبقى يحبها تبكي مينكوا من صدقه وبيقترب منها كاناي وبيحكي لها انه صعب يوصب حبه لإلها بالكلمات لكن اللي بيعرفه انه بده إياها تكون سعيدة وبتتأثر مينكوا بكلامه وبيتقربوا الاثنين من بعض وتاني يومه بيطلب منها كاناي تتزوجه وبتحس حالها عايشة بوهم أو حلم وبتقبل تطلع بعدها بالموعد مع موغي وهو عارفه مقرر انه هاد رح يكون موعدهم الأول والأخير ولما بيحاول يحكي لها انه لما يكبر رح يجلع يتقرب منها بتخبروا انها رح تتزوج وبينصدم موغي وبيعرف انه مينكوا اللي حبها تغيرت ومهو اللي غيرها الشخص اللي لقيته هو اللي غيرها وقدر يحسن حياتها وما يحسستها بالوحدة بيودعها موغي بعدها وبيحكي لها انه ما رح ينساها وانه كان يحب شخصيتها المخادعة ولكن هلأ شخصيتها الجديدة فهي ما بتعني بتتشكر منها جوا وبتابع طريقها وبيروح بعدها كاناي وبيخبر هانا بانه رح يتزوج بعطنة الربيع القادمة وبيتمشوا صواه وبيحكوا بتفرح شوي انه ما زبطت الامور مع موغي وطالما كاناي رح يتزوج منها جوا فبتفرح شوي انه ما زبطت الامور مع موغي وبتتمت فيه لانه تركها بهالشكل كاناي بيسأل هانا اذا رح تيجي لعرسه وبتفكر هانا شوي وبتوقع ذو انها رح تيجي وبيرجعوا للفصل الثاني بد مدرسة ولا مهرجان المدرسة وبيكون في دور بسيط لهانا على الاستاج بس لما بتروح تاخد جولة بين السفوف بتحضر عرض ازياء للطالبات وبتشوف من بينها موكا اللي بتكون لابسة فستان عرس وبتكون جميلة فيه جدا بتلفت انتباه الكل عليها وبتحس هانا قدام موكا تغيرت وبتروح بعدها هانا لتساعد مجلس الطلب بتحضير الاستاج بشكل مناسب وبتتعب وبتفوت لغرفة اللي ترتاح تخفى فيها وهي عم بتفكر بموغي وليش قطعوا وعد يرجعوا لبعض وبهذاك الوقت ولما بتفيق تسمع صوت حدا وراها وبتكتشف ان موكي كمان كان نايم ورا وبتتساءل بعدها ليش القدر رجع جمعهم وبتمضي الايام من بعدها وبحضر صف هانا لاحتفال زواج كان عيومينا قوا وبتكون هانا عم بتتأفأف على العمل الكتير لهالموضوع السخيف وفجأة بيجي طالب تاني ليساعدها بنقل الأغراض وبيعرفها على حاله باسم مرياما وبعد ما ينقلوا الأغراض بيكون واضح انه بتو يعترف لها بشي وبيسألها اذا لسا هي وموغي عم يتواعدوا بس بتظهر ايتشان وهي قصة شعرها وبتاخد هانا وبتقولوا انها البنت لقلها وبتروح معها هانا ولكنها بتوقف بنص الطريق وبتتشكره وبتروح من بعدها وبتبكي لانه ايتشان رجع تحكي معها وبتتشكرها على طيبتها وبتقولها بيضا حلوة بيروحوا بعدها ليحتفلوا باساتستهم كانعي ومينكوا وبيتمنوا لهم السعادة وبينما بيكونوا سعيدين هالاثنين ومحرجين بينتبه الكانعي على هانا اللي بتكون عم تتدارها لحتى ما تشوفهم كثير ويكون رح يروح يحكي معها ولكن بتمسكوا مينكوا وبتروحي لعند هانا وبتقدم لها وردة من باقة الورد اللي معها وبتحكي لها ما تسمح المرة القادمة لحبيبها ينسرق منها تنحرج هانا وبتكون عم بتفكر ان كل اللي قائها مع موجي ما كان له اي لازمة لانه الاثنين بس حسوا بالوحدة ولهي كتوعدوا وقبل اربع شهور باليوم اللي التقوا فيه هانا وموجي بالصدفة بالغرفة حست هانا نهويقات بحب دفا موجي وبوقت اعتذر لها موجي على تصرفه واللي عملوا معها ولما تطلع من الصف بتلاقي عم يستناها والاثنين بعدها بيثنوا على بعض باللي عملوه واللي تحملوه وكيف قدروا ينزحوا من الخروج من حزنهم لحالهم وبتحكي له انها مبسوطة انها قابلته وبتقدر هي ويا يمضوا بحياتهم ويبحثوا هلأ عن الحب الحقيقي طالما انه قلمهم وحزنهم انتهى ولهيك فبيوضعوا بعض وبينطلق كل واحد لحياته وبهيك بنكون وصلنا لنهاية هالانامي لا تنسوا توصلوا المقطع لألف وخمسمائة لايك واكتبونا بالتعليقات هل عجبتكم النهاية بنشوفكم ملخص جديد اعلاقا ســــــــــــــــــــــــــــــــــن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة